ينضم إلينا من القاهرة سيد أشرف العشري رئيس تحرير صحيفة الأهرام أستاذ أشرف أهلا بك مساء الخير يعني كيف تنظر مصر إلى أن تكون أول زيارة للبرهان هي إلى مصر ماذا يعني لها ذلك والسودان أيضا مساء الخير لحضرتك بكل تأكيد تصويب فقط مدير تحرير الأهرام بكل تأكيد هذه الزيارة هي الأولى للسيد البرهان للخروج من السودان بعد أحداث 15 إبريل وأعتقد أنها تصب في خاند البحث عن مخرجات سريعة لتسوية سياسية لإمكانية إنقاذ الأوضاع في السودان بعد أن فشلت قوات الجيش في تحقيق الانتصارات المستهدفة والمرجوة على مدار 145 يوما وتعصرت في تحقيق أي نوع من الانتصارات وأعتقد أن هناك درجة كبيرة من التراجع وبالتالي البرهان أراد أن يقوم بجولة خارجية على وجه السرعة لإمكانية البحث في تسوية سياسية عاجلة في المرحلة القادمة وأعتقد أن مبحثات في القاهرة حسب كثير من المصادر المصرية المطلعة ستنصبح حول محورين أساسين المحور الأول يتعلق من كريات أن يكون هناك جهد مصري سنائية مع كل من الجانبين قوات الجيش السوداني والبرهان الموجود في العالمين غدا وقوات الدعم السريع من أجل إحداث نوع من الاختراك لتطورات الأوضاع داخل السودان فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بشكل سريع وعاجل وأعتقد أنه سيكون عبر جهد مصري منفرد وطبقا لطلب الرئيس البرهان أو الفريق البرهان غدا وأنه راغف أن يكون هناك بالفعل جهد مصري يلعب دورا كبيرا في إمكانات إقناع الطرف الآخر سيد حمدتي على إمكانات أن يكون هناك تجاوب مع أي معطى مصري على وجه السرعة في المرحلة القادمة يصبح في خينة وقف إطلاق النار ثم يذهب إلى طاولة حوار موسعة هناك اقتراح مصري سيعرض على السيد البرهان غدا ينتلخص في إمكانات أن يكون هناك بالفعل مؤتمر سوداني أو مباحثات سودانية شاملة جماعة لكل الفرقاء السودانيين القوى العسكرية والسياسية بما فيها القوى الحرية والتغيير وغيرها من الأحزاب السياسية حتى جماعات وقيادات درفور لإمكانية أن يكون هناك مؤتمر أعتقد يعقد بعيدا عن القاهرة في أحد المدن المصرية على غرار ما حلس في الطائف خاصة بالأزمة اللبنانية عام 1989 بالرضافة لأن القاهرة راغبة في إعلام السيد البرهان برفضها أو تحفظها على إمكانية توجهه نحو تشكيل حكومة تسيير أعمال في بور سودان